أعلنت شركة سامسونج خلال أحداث مؤتمرها الماضي عن عدة أجهزة منها سماعة جالكسي بودز لايف وساعة جالكسي واتش 3 وجالكسي تاب S7 و S7 بلس وفي هذا الفيديو بنستعرض لكم أبرز مواصفات هذه الأجهزة حياكم ألا متابعين عالم التقنية معكم شاريا بونيف بالبداية باستعرض لكم سماعة سامسونج جالكسي بودز لايف الجديدة التي جاءت بتصميم مختلف بشكل كبير عن السماعات التي تعودنا عليها بالأسواق شكل السماعة كانت أحبة فاصولي أو كلية إنسان وحجمها صغير ووزنها خفيف وتقريبا مخفية داخل الإذن السماعة تدعم العزل بطريقة ذكية بحيث أنها تعزل التشويش الخارجي مع السماعة للتنبيهات المهمة مثل نداء المطار وتأتي ببطارية تكفي 5 ساعات ونصف تشغيل مستمر إذا كان العزل مفاعل و8 ساعات بدون تفعيل العزل وتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي وإذا شحنتها لمدة 5 دقائق تكفي تشغيل حوالي ساعة وهي متوافقة مع الأجهزة بنظام الأندرويد والآي او اس أيضا أعلنت شركة سامسونج عن ساعة جالكسي واتش 3 بمقاسين 45 و 41 مليمتر بتصميم كلاسيكي بأزرار جانبية وكذلك يمكن التحكم بالساعة باستخدام الإطار الدائري وتدعم تقنية الاتصال LTE و GPS وميزة تتبع ضغط الدم ومستشعر التخطيط الكهربائي للقلب ECG ومستشعر قياس نسبة الأكسجين بالدم وتتبع النوم وكذلك ميزة التنبيه عند السقوط بإصدار تنبيه لمدة 60 ثانية وفي حال لم يتم الاستجابة يتم إرسال إحداثيات الموقع وتسجيل صوتي مدة 5 ثواني لمركز الطوارئ وتجيب بطارية تكفي حتى 3 أيام وتدعم الشحن اللاسلكي أيضا أعلنت سامسونج عن الجهاز اللوحي جالكسي تاب S7 وتاب S7 بلس اللي يجي بتصميم أنيق وبحواف صغيرة ودعم القلم الذكي لـ S-Ben الموجود خلف الجهاز بجانب الكاميرا الخلفية اللي تيجي بعد ستين بدقة 13 و 5 ميجابيكسل أما الكاميرا الأمامية فهي 8 ميجابيكسل وكل الجهازين يجون بنظام صوتي مصمم من AKG يدعم تقنية Dolby Atmos ويجي بمعالج Snapdragon 865 بلس وبذاكرة عشوائية 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت وبذاكرة داخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت الجهازين يشتركون بكل المواصفات السابقة لكن أبرز الفروقات بينهم هي الشاشة تاب S7 يجي بشاشة بقياس 11 إنش LCD بمعدل تحديث 120 هيرتز أما تاب S7 بلس فهو يجي بشاشة قياس 12.4 إنش سوبر أموليد بمعدل تحديث 120 هيرتز أيضا من ضمن الفروقات هي ساعة البطارية فالتاب S7 يجي ببطارية 8000 ميلي أمبير والتاب S7 ببطارية ساعة 10.090 ميلي أمبير وكلهم يدعمون الشحن السريع بقوة 45 واط ومنفذ الشحن USB Type-C هذه كانت نظرة أولية لجديد أجهزة سامسوق الجديدة كان معكم شاريب ونيف ونشوفكم إن شاء الله بتغطيات قادمة ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر